يعني من الذي يدفع؟ أنا أريد أن أسأل السؤال ربما أنت كنت ستسألني عنه نعم أنا سوف أتجه إلى هذه النقطة هو أيضا تركيا صوت للمظلومين ويراد أن يصمت هذا الصوت سأعود لهذه النقطة ولكن دعنا في الانتخابات حتى الآن هناك تقارير صحفية لدول أجنبية وأيضا لإنصح التعبير رفاقها من الصحف العربية التي تعبر عن ذاك الصوت يريدون أن يشمتوا بهذه الانتخابات ويقولون العدالة والتنمية يفقد شعبيته في تركيا كيف قرأت أنت النتائج؟ يعني هذه الشماتات وهذه التعليقات وهذه ما نسميها تفريغ الحقد الدفين يؤكد لك شيئين الشيء الأول أنك ماشي في الطريق الصحيح لأنك عندما تكون ناجحا وماشي في الطريق الصحيح فهناك مثل يقول إذا أردت أن تعرف هل أنت في الطريق الصحيح أم لا انظر إلى سهام الأعداء هل تتجه نحوك أم لا فإذا كانت سهام الأعداء تتجه نحوك فأنت في الطريق الصحيح أما النقطة الثانية والأهم يا سيدي يعني أنا أستغرب يعني الغرب لديهم مخططهم الاستراتيجي الاستعماري الأيدولوجي أمريكا لديها مخططاتها أيضا في المنطقة تريد أن تسيطر على منابع النفط تريد أن تأخذ ثروات هذه الأمة وبالتالي هي تكيد المكائد وتجزئ وتقوم بحروب وتقوم بمحاولة السيطرة على صنع القرار ولكن ما شأن يعني ما بال الدول العربية والخليجية في أن يشمتوا في دولة هذه الدولة هي سد منيع لهم هذه الدولة هي التي تقول لهم نحن أمة واحدة هي التي أحيط مفهوم الأمة تدافع الأمة بمطلقها ولكن مع الأسف تجد أن هذه الصحافة الخليجية هي الصحافة تتبع الحكام الحكام الذين هم مأجورون وهم الذين يقومون بتنفيذ مخططات غربية وبالتالي هم لا يلتقون ولا يريدون أن يكونوا دعنا نفند ما يقولونه خاصة أنهم يؤثرون على بعض من يقرأ لهم من المتابعين العرب يعني نتيجة هذه الانتخابات في المجمل هل هي ضد حزب العدالة والتنمية وحليفة والحركة القومية أم أن هناك نتيجة عامة تعطي نتائج مختلفة عن ما يريدونه يا سيدي نحن نتكلم بداية إذا أردنا أن نحلل الانتخابات التي تمت نحللها بكلمتين هذه انتخابات بلديات بلدية وانتخابات البلديات والإدارة المحلية ليس لها علاقة لا بالسياسة ولا بالاقتصاد يعني بمعنى من سيفوز فيها لأن يكون له أي تأثير لا على السياسة التركية الداخلية ولا السياسة التركية الخارجية ولا أن يكون له تأثير لا على اقتصادها داخليا ولا خارجيا من ناحية القوانين من ناحية الصلاحيات والدستور والقالون التركي متعلق بالخدمات نعم خدمات فقط ولكن لها أيضا إشارات سياسية ولكن أصبحت هي أصبحت هي وكما هو استفتاء على مدى نجاح العدالة والتنمية وعلى مدى ثقة الشعبي الطيب أردوان وعن رضا مستوى الرضا عند العموم وهذا تحدي كبير طيب ما هي النتائج؟ نخيمها أوف النتائج النتائج تقول الفائز بالمركز الأول 51.7 العدالة مع الحزب الحركة القومية ليس حزب الشعب يعني؟ نعم ليس حزب الشعب الذي أخبر النسبة؟ طبعا لا حزب الشعب نسبته 37% يعني فارق شاسع تتكلم 51 مركز أول عدالة والتنمية والشعب 37% وحلف الشعب مع الأحزاب الأخرى أربع أحزاب الشعب والسعادة والحزب الكردي والحزب الجيد أربع أحزاب مجتمعة هي 37% العدالة والتنمية 51.7 ويقول لك بداية النهاية ويقول لك انهزام شديد ويقول لك هذه نهاية أردوان يا أخي بالمنطق طيب هذه نقطة أتكلم أخي بالأرقام انتخابات 2004 حزب العدالة والتنمية منفردا حصل على نسبة 37% سجل عندك عام 2004 انتخاب بلديات طيب انتخاب بلديات 2009 41% 37% 41% طيب 2014 43% طيب 2019 44% طيب كيف هناك تصاعد في النتائج تبحثي بالأرقام يقول لك يا أخي لا هو نقص هو نقص والشعب التركي صوته ونقصت الأصوات طيب أعطيك بالأرقام آخر انتخابات 2014 في البلدية 20 مليون و 450 ألف صوت صوتوا العدالة والتنمية بشكل مباشر لا أتكلم عن تحالفات نعم الآن يراجعوا انتخابات 2019 الأحد الفائت نعم 20 مليون و 550 ألف صوت طيب هذه أرقام تتكلم يعني عدم الفوز بالأنقرة وإسطنبول هذا ليس معناه أنه بداية النهاية والهاوية لا يعني تمهلوا ودعوا هذه الأحلام كأنك تقول بكل تأكيد ومن يتوقع بأن إسطنبول خرجت من عدالة والتنمية أقول له على مهلك انتظر حتى يوم 13-4 سترى العجب العجاب يوم 13-4 لماذا؟ لأن هناك ثبت بالمطلق ليست أخطاء بريئة وإنما هناك تجاوزات حقيقية وهناك ليس فقط تزوير إدخال معلومات بشكل مبرمج لأصوات مستحقة للعدالة والتنمية أو لمرشح العدالة والتنمية ذهبت لمرشحين آخرين بطرق معينة الآن يتم الفرز ويتم البحث الطعون فلننتظر ونحترم النتائج اللجنة على الانتخابات ستقول كلمة الأخيرة إسطنبول لما يتم الآن البد فيها بشكل نهائي وعلينا أن ننتظر أما مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي على عجل قال أنا أصبحت رئيس بلدية إسطنبول الكبرى حتى على تويتر قام ووضع غير إسمه وذهب إلى ضريح أتا ترك ليعلن الولاء لأتا ترك وهذا لم يستلم بعد لم يستلم شهادة الرئاسة البلدية من الهيئة العلية للانتخابات يدل على أن هناك أمر يدبر على عجل واليوم قالها دولة بحشلي رئيس الحزب الحركة القومية عندما قال يخاطبه بشكل مباشر يا إمام أغلو ما شأنك وما خطبك لماذا كل هذه العجلة والهرولة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة